العلاقة بين القاضي والمحامي الحقيقة أنا حصل لي موقف لطيف كده يوم الخميس الماضي يعني أول إمبارع كنت في محكمة شمال القاهرة وكنت بحضر جلسة في جنح مستأنف حداي لوب والحقيقة بعد ما خلصت الرول بتاعي كانت القاضية منظورة في غرفة المدولة يعني وأنا خارج فتصورت إن أنا خلاص خرجت بره حرم المدولة فكنت بتكلم مع الحاجب على سبيل المدعبة وقلت له كلمة فيها شيء من المدعبة سمعني القاضي وبعد ما خرجنا ندهني تاني دخلنا والحقيقة هو كان مستأجد دا من المدعبة اللي أنا دعبتها للحاجب وكان عنده حق لأنه سمعها لأنه لو ما سمعهاش هو ما كانش عنده الحق دا دي مدعبة خارج النطاق المدولة لكن كله سمعها ويعني جات على مسامعه فأصبح لي كل الحق فالحقيقة هو نده لنا واتكلم معي وبعد كده أنا بعد ما مشيت يعني استغربت من نفسي 32 سنة بشتغل محامي وزقع في المطب دا فصممت بعد ما إني مشيت وخرجت وقضيات أنجلت يعني حتى ما كانش عندي فكرة الحرص على الموكل إنه يقدر يعني القضيات يعني يتصرف أي تصرف نتيجة هذا التصرف مني ولا لا يعني خلاص أنا والموكل مشينا بعد ما مشيت فكرت تاني فلاقيت إن التصرف اللي أنا تصرفته الحقيقة مش تصرف صحيح فارجعت وأصريت إنه أدخل وأتقدم باعتذار مرة تانية ليه لإني أنا أخطأت في حقه أو في حق الهيئة يعني طب أنا بقولي الكلام دا ليه؟ بقوله عشان المحامين الزغرين يفهموا أو صحاب يعني إخواتي وزميلي وأصدقائي شباب المحامين إن العلاقة بينك وبين القاضي لازم تكون فيها شيء من الاحترام والتقدير والتبجيل والود كمان يعني أنا ما يجراش حاجة أبدا إنه لو أنا أخطأ أتعترف بهذا الخطأ الحقيقة هو استقبل اعتذاري دا بشكل مهزب جدا يعني استقبل هذا الاعتذار بشكل مهزب جدا فأنا قلت لا ما هو الاعتذار في المدولة مش كافي يبقى أنا لازم على الهوى كده وأمام الملايين من المصريين وكمان على الأخص زملائي المحامين يكون له اعتذار أنا كنت مدين بهذا الاعتذار للسيد رئيس مستشار رئيس محكمة جنح مستأنف حالي الأم كده أنا عملت اللي علي ترجمة نانسي قنقر